قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير مصر مهارده نصبح على دينا تطميني على حالة تقصه وجاوبنا على سؤال حلقتنا مهارده الصفة للإنسان بيحتاجها عشان تستمر علاقته مع الآخرين صباح الخير عليك يا دين صباح الخير محمد صباح الخير جموانا صباح الخير على كل مصرين في كل مكان لين بقى إيه إجابة السؤال يا دين إجابة السؤال أنا عندي عدة صفات زي ما أنت يمكن كنت بتقولي بس من أهمها بالنسبالي أن أنا لازم أراعي مشاعر الآخرين وراعي ظروف الآخرين دي مهمة جدا صحيح لأن أوقات كتيرة قوية ناس بتمر بظروف مش بتتكلم عنها فأنت بتاخد عنهم انطباع مش حلو أو بتحكم عليهم يعني حكم مش كويس على طريقتهم وطبيعتهم طالما أنت مش عايش القصة بتاعتهم أو حياتهم أو ظروفهم ما تحكمش عليهم أبدا وكمان أن أنا رعي مشاعرهم يعني ما ينفعش أن أنا أخلط ما بين التهريج وأن أنا أقول كلام جارح أو يجرح في شكلهم أو في شخصيتهم أو في اطباحهم ما تبهاش بأي حاجة عندي مش عندي غيري الحاجات دي كلها بتفرق قوي في العلاقات الإنسانية لأن دي فعلاً اللي بتدينا بقاء ليها أن أنا رعي مشاعر الناس اللي حولي كلهم وفي نفس الوقت كمان أراعي ظروفهم علشان بالطبيعة أكيد هم هيعملوا نفس التصرف معاك بعد كده